في شهر ربيع الثاني من العام السادس الهجري انطلق عشرة مقاتلين يقودهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه لمهاجمة قوات بني ثعلبة وبني عوال الذين قد اجتمعوا لغزو المدينة المنورة تمكن المشركون من كشف تحركات السرية فأعدوا لها كمينا في منطقة ذو القصة وعندما نام المسلمون هاجمهم مئة مقاتل وقتلوهم جميعا الا محمد بن مسلمة الذي تمكن من النجاة